بارك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس لعلة للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى اعتماد جامعة البحرين انشاء مركز خالد بن حمد الرياضي لفنون القتال المختلطة واعتمادها اطلاق المقرر الاكاديمي لرياضة فنون القتال المختلطة الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي شهر فبراير القادم جاء ذلك خلال استقبال سموه بمجلس العامر بالرفاع سعادة الدكتور إبراهيم بن محمد جناحي رئيس جامعة البحرين والبرفسورة مون الأنصاري عميدة كلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي وعددا من الأكاديميين وخلال اللقاء ناقش سموه مع رئيس الجامعة تجربة الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد رياضة المسارعة ضمن المقررات الأكاديمية بالجامعات الأمريكية مشيرا سموه بالنجاحات التي حققتها تلك التجربة في هذه الرياضة وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد مشاركة المنتخبات الأمريكية بمختلف المحافل والبطولات مشيرا سموه إلى أن إدراج هذه الرياضة كمقرر تعليمي يمنح كذلك الفرصة لممارسيها من الشباب النمو المعرفي والثقافي حول هذه الرياضة لتتوازى مع متطلباتها على المستوى العلمي والميداني وأكد سموه أن جامعة البحري من الصروح التعليمية الرائدة لما تمتلكه من مقاومات وأمكانات أكاديمية وعلمية كبيرة تساهم في بناء المجتمعات من خلال ما تقدمه للمجتمع من جهود متميزة في سبيل الارتقاء بحركة التعليم الذي يعتبر من المجالات الحيوية المهمة لنهضة ورقي الشعوب كما بحث سموه مع رئيس الجامعة الشراكة الاستراتيجية في سبيل تطوير الرياضة من الناحيتين الأكاديمية والعلمية أو العملية وقد طلع سموه على عرض قدمه رئيس الجامعة تضمن الخطة الأكاديمية والتنفيذية للجامعة لدعم رياضة فنون القتال المختلطة وعبر رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بلقاء سمو الشيخالد بن حمد الخليفة مؤكدا أن الجامعة تسعى لتحقيق الأهداف التي وضعها سموه من أجل نشر ثقافة هذه الرياضة بطرقها الآمنة والقانونية بعدها استمع سموه لشرح للبروفيسورة مونة الأنصاري عميدة كلية التربية والرياضة والعلاج الطبيعي عن خطة الكلية بإدراج مقرر أكاديمي معتمد لرياضة فنون القتال المختلطة ضمن المقررات الأكاديمية ثم تابع سموه شرحا تفصيلا من قبل الدكتور فؤاد الأنصاري عميد كلية الهندسة حول إنشاء مركز خالد بن حمد الرياضي لفنون القتال المختلطة ثم اطلع سموه على شرحا من الدكتورة مهر راشد مديرة مركز تسهيلات البحرين للإعلام بالجامعة حول الخطة الإعلامية والتسويقية المتكاملة للمركز لهذه الرياضة وقد أشاد اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود التي تبدلها جامعة البحرين من أجل تنفيذ الرؤى والتطلعات لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية وتعزيز ما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية بهذه الرياضة هذا وقد أعرب اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى عن فخره واعتزازه بما تسخر به البحرين منطقات وإمكانات شبابية قادرة على الإبداع وتحقيق الإنجازات بمختلف المجلد مضيفا سموه أن العنصر الشبابي البحريني أثبت علو كعبه في جميع الميادين وهو العنصر الرئيس لدوام التنمية المجتمعية بالمملكة جاء ذلك خلال استقبال سموه بمجلسه برفع سعادة الدكتور إبراهيم بن محمد جناحي رئيس جامعة البحرين وعدد من العمداء والأكاديميين ورئيس وعضاء مجلس الطلبة ورؤساء الأندية والجمعيات الطلابية وطلاب كلية التربية الرياضية الممارسين لرياضة فنون القتال المختلطة بالجامعة وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالدور الذي يلعبه مجلس الطلبة والأندية والجمعيات الطلابية بالجامعة في دعم النهج الأكاديمي والتعليمي بالجامعة مؤكدا سموه أن تلك الجهات تسهم كذلك في رفع المستوى الإدراكي وتكوين شخصية الطلبة والطالبات من خلال الجهود التي تبدلها عبر طرحها للأفكار والمبادرات القيمة التي تعود بالفائدة الكبيرة على تطور الحركة التعليمية والرياضية في هذا الصرح التعليمي الشامخ وقد عبر سموه عن سعادته بما لمسه من اهتمام واسع من قبل طلبة الجامعة بممارسة رياضة فنون القتال المختلطة والذي يعكس مدى ما وصلت إليه هذه الرياضة من اهتمام كبير لدى الشباب البحريني مضحا سموه أن هذه الرياضة بدأت تأخذ وضعها الطبيعي بين مختلف الرياضات بالمملكة والذي يساهم بتطور مستواها وارتقاءها والذي له الأثر الكبير في اكتشاف المواهب في هذه الرياضة والذي سيكون مردوده إيجابي على مشاركات البحرين بمختلف المحافل والبطولات الدولية وفي ختام اللقاء تسلم سموه من رئيس جامعة البحرين لوحة تذكارية تتضمن مسيرة دعم ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال الأعوام 2012-2014 لجامعة البحرين موسيقى 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 جامعة البحرين أعلنت اعتماد مقرر فنون القتال المختلطة ضمن المقررات الأكاديمية الخاصة بكلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي وذلك وسط رعاية واهتمام من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى والذي استعرض أثناء استقبال سموه للوفد الممثل لجامعة البحرين تجربة الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد رياضة المصارعة ضمن المقررات الأكاديمية بالجامعات الأمريكية جامعات الأمريكية عندهم المصارعة اللي هي الرسلينغ هاي شيء ثابت في الجامعة يكون فلابد أن نحن حصلنا نوع من النوع عن الرياضات هذه اللي تنمي الشباب عندنا بالمعنى أنه عندنا خامات وعندنا أفراد عندهم هاللعبة هذي وعندهم الهواية هذي وهم قادرين أنه يصلون مثل ما شفته يعني عندنا في بطولة أوروبا اهتمام أعرق الجامعات بالرياضة بشكل عام وبالفنون القتالية بشكل خاص يعكس ثقتها التامة بقدرة الرياضة على أعداد المواطن الصالح القادر على الدفاع عن نفسه وأهله ووطنه رياضة فنون القتال المختلطة التي نحن بصدلها اليوم تعتبر واحدة من أقدم أنواع الفنون وربما هي التي خرجت منها بعد ذلك رياضات الفنون القتالية والدفاعية بعد أن وضع لكل منها قانونه الخاص كلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي سارعت للبدء الفعلي بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للارتقاء برياضة الفنون القتالية وذلك من خلال إنشاء مركز خالد بن حمد الرياضي لفنون القتال المختلطة لدعم وتطوير ثقافة هذه الرياضة بين أفراد المجتمع من خلال خطاتنا طبعا عندنا مقرر اسمه مقرر فنون القتال فهذا يطرح لأول مرة للطلبة لتعليمهم فنون القتال المختلطة من خلال هذا المقرر اللي هو بياخذ طبعا أبجديات اللعبة والمهارات الأولية في اللعبة إن شاء الله في المرحلة الثانية بنطرح مقرر آخر هو مقرر تخصصي في فنون القتال المختلطة هذا ويتطلع الطلاب المنتسبين إلى كلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي بأن يسهم إدراج رياضة فنون القتال المختلطة في الخطة الدراسية إلى نشر ثقافة هذه الرياضة وتشجيع الشباب لممارستها من خلال تسخير الطاقات الرياضية والعلمية والإبداعية وتهيئة كافة الأجواء لذلك أول شي أحب أشكر الشيخ خالد بن حامل الخليفة على استضافته لنهني ودي دليل على اهتمامه في اللعبة الدفاعة للنفس من ناحيتي أنا أول مدشية الكليات شوف ذي المقرر في الخطة بس أنه ما تم تدريسه ولا مرة عندنا مثل اللعب المعروفة كرة قدام كرة سلة وغيرها لكن هالمرة بينزل مقرر هو دفاع عن النفس وأنا عن نفسي أمر سدي اللعبة بس ممكن تأمروها في الجامعة هذه اللعبة غير عن كل الألعاب تحتضن القوة بشكل كبير والطلب أعتقد راح يعني يميلون لها أكثر وإحنا ما صدقنا على الله طبعا تنفتح وإن شاء الله راح تكون تخصص لنا هذه اللعبة وجانب أنها تكون اللعبة متاحة حق الجميع هاي جانب يعني ويد تمام تعزيز أهمية الرياضة بمختلف أنواعها في الحياة وصغل قدرات والإمكانيات الرياضية لدى الشباب هذا ما تسعى إليه جامعة البحرين التي تعد الحاضن الوطني الأكبر للشباب البحريني حيث تتطلع الجامعة لأن تكون مركزا وطنيا لرياضة فنون القتال المختلطة ومحطة لتأسيس وتكوين شخصيات الطلبة وسقل إمكانياتهم بما يسهم في وصولهم لمرحلة البناء الذهني والمعرفي الصحيح والذي ينعكس إيجابيا على المجتمع البحريني إذ تسعى الكلية بأن يصبح الطالب ملما بهذه الرياضة من الناحية الثقافية والأكاديمية وذلك لتعليمها فيما بعد في مدارس وزارة التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر